سيادة العميد ضيفة من بيروت أبدأ معك والتوصيف الحقيقي الآن لدور واشنطن في احتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله وضبط إيقاع المواجهات من وجهة نظرك أهلا بكم الحقيقة يعني الموقف الأمريكي الآن هو الموقف الذي نبحث عنه دائما وخاصة في هذه اللحظات الحرجة لكي نفهم مآل الصراع واتجاهاته وهنا أريد أن أقول أن هذا الموقف الأمريكي الحقيقة يعني يأتي إلى حد ما متباينا تجاه الصراع وتجاه احتمال تطور الصراع متباينا وفقا للتصريح والبيانات التي تصدر من هنا ومن هناك والمواقف التي تصدر من الشخصيات الأمريكية المتنوعة والمتعددة وهي طارة تشير وتوحي إلى أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل في حال قررت توسعة الحرب ومهاجمة حزب الله وطارة أخرى يأتي الموقف مختلفا إلى حد أن أمريكا الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقف إلى جانب إسرائيل تماما كما صرح اليوم وزير الدفاع الأمريكي وقال أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقف إلى جانب إسرائيل في حال دخلت في حرب مع حزب الله لأن لها مصالح في الشرق الأوسط وإلى ما هناك فإذن الموقف الأمريكي أستطيع أن أقول أنه حتى الآن ليس واضحا وليس حاسما تجاه احتمال دعم إسرائيل والموافقة لإسرائيل على القيام بتوسعة الحرب ومهاجمة لبنان ولذلك رأينا اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي أو الأمس ذهب إلى الولايات المتحدة لإقناع المسؤولين بمساعدة الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل والإفراج عن صفقة الأسلحة ودعم العملية العسكرية وتداعياتها في المنطقة اشتركوا في القناة